السلامة للبناس كتيري لبساليكم مرحبا بكم فيديو جديد وموضوع جديد أكيد أن الفيديو دياليوم فيديو رائع إن شاء الله قصة واقعية لسيدة دام الانتظار ديالها 17 لسنة من حرمان مدة ما هيش سهلة بطبيعة الحال لأن الانتظار والشوق للدرية كي يجي من بعد منه مجموعة من تغيرات في النفسية ديال السيدة بطبيعة الحال التوتر كي يجي العصبية ومجموعة من الأشياء اللي كتقدر أنها تأثر على السيدة وعلى الهرمونات ديالها بقى معايا في هذا الفيديو المهم باش تعرفي شنو درت هاد السيدة والقصة ديالها لربما تخضي العبرة إن شاء الله ويكون يعني المشكل ممكن يكون عندك تنتيه وتعالجيه بسرعة ويتم عندك الحمل بسرعة إن شاء الله وصلوا الفيديو الأكبر عدد من اللايكاتي لعجبكم المحتوى دياله باش تدعموني وكذلك باش تشجعوني ويوصل هاد الفيديو لجميع السيدات ويطلع عندهم بطبيعة الحال لأن هاد الفيديو هاد مهم إن شاء الله وغاد يلقى المزيد من النجاحات لأن هاد السيدة هاد يعطات واحد للقصة اللي هي مليئة بالأشياء اللي غاد يتعرفي لها إن شاء الله وكيف ما كنعرفو كذلك بأن بزرد ديال السيدات اللي كيتأخر عندهم الإنجاب كيتعرضوا المجموعة من الأسئلة الصخيفة بين قوسين بطبيعة الحال هاد الأسئلة هدي متى ستكونين أم متى ستكون أب ما سبب تأخير هل بسببك أو بسبب الزوج يعني مجموعة من الأسئلة اللي الزوجة والزوج ما عندهمش الإجابة عليها لأن بطبيعة الحال الأمر كله بيد الله إحنا ما كنتحكموش في المصير ديالنا ما كنتحكموش في الرزق ديالنا فالله هو القادر على كل شيء هو اللي كيعتد الدرية لمن يشاء يهب لمن يشاء الذكور ويهب لمن يشاء الإنات ويجعل من يشاء عقيمة إذن كفى من هاد الأسئلة الصخيفة اللي كتأثر على السيدات والنفسية ديالهم واللي ما عندهاش الإجابة يعني الإجابة ديالها عند الله بطبيعة الحال هو اللي مخبّلنا الأمور وعارف الخير فين كيل وبطبيعة الحال هاد السيدة هادية يعني تعرضت لهذه الهجومات وهاد المجموعة من الأسئلة اللي اتردت لها على النفسية ديالها وعلى الحياة ديالها وبطبيعة الحال يعني ما يقساتش سمرات في البحث عن الحمل ومن بعد هاد طريق طويلة والمعاناة ديالها ربي يرزقها بالتوأم ما شاء الله لأنه يعني بطبيعة الحال اللهم ما كان عارفوش نمخبّلنا يعني المستقبل كل شي يعني ممكن أنه يكون صالحنا فحاولوا أنكم ما تيأسوش ما توطروش وحاولوا أنكم تستمروا ديروا بالأسباب ديروا النية ديالكم استعملوا جميع الوصفات وما تفقدوش الأمل لأن يعني اللي فقدت الأمل فما غدش تستطع أنها تواصل هذا الطريق هذا وهذا المشوار هذا لأنه في أي لحظة ممكن تكوني حامل يعني في هذا الشهر هذا أو الشهر اللي من بعده أو اللي من بعده يعني ضروري أنك صبري وتشبتي بالحلم ديالك هذا والأمر المهم أنك تشبتي بالحلم ديالك إن شاء الله وربي غد يرزقك في واحد الوقت كانت كتقول هذه السيدة بأنها بعد الزواج ديالها توقعت الحمل سريعا وهذا الأمر هذا راه كتتوقع أي سيدك يلا كتزوج كتقول بأنها ممكن تحصل على الحمل بسرعة وهذا الشي اللي ترى مع هذه السيدة هذه ولكن مرت شهور وبدأ الجميع يستفسر عن سبب التأخير مضت أكثر من 17 سنة تعرضت فيهم لمضايقات من القريب والغريب لم تستطع أن تهرب من التلميحات عن الحمل والإنجاب فكل ما كان يشغل بالها هو فكرة الوقت لأن العمر يجري وبلغت 40 عاما وفرص الحمل تقل يوما عن يوم يعني هذا هو الأمر اللي كان يزعجها كتر ما هي كتنتظر هذه السنوات هذه وصلت لهذا السن هذا وقالت بأنها بدأت تفقد الأمل يعني 40 سنة ولو أنها ما زال ممكن تحمل ففقدت الأمل يعني قالت بأن الحلم ديالها ما غادش يصبح حقيقة لم تتوقع يعني أنها تعرض لوحد الموقف صعيب وصعيب بثاف هو أن إحدى الأصدقاء الصديقات ديالها كانت حامل وخبت عليها هذا الأمر يعني خبت عليها هذا الأمر اعتقادا منها أنها ممكن تحسدها أو تغير منها هذا الأمر هو اللي شعرها بالحزن الشديد بسبب هالتصرفات وقالت يعني وبقى سديمة كترت من الدعاء وقالت يا ربي ترزقني بالطفل السليم المعافى وخصوصا أنها عندما ترى صور وفيديوهات الأطفال على الفيسبوك والإنجاب يعني هو رزق من الله وليس إنجاز نقوم به فالإنجاز الحقيقي هو تربية الأبناء تربية سليمة هذا هو الأمر المهم أما رؤية الأطفال أو التباهي بأنني يعني أنجبته طفل هذا ليس في نظري يعني واحد الإنجاز العظيم الإنجاز هو أنك تربيدك طفل بتربية سليمة وأنك تكبره واحد على طاعة الله وكذلك على الإيمان هذا هو الإنجاز الحقيقي بطبيعة الحال يعني كين بثاف ديال السيدات كينشروا الأطفال ديالهم على مواقع التواصل وهم في الاعتقاد ديالهم أنهم كيدروا واحد الحاجة اللي هي يعني كيتباهوا بدوك الأطفال وكين بعض السيدات اللي مزر بمرزقهمش بالدرية وكيشوفوا هذو كصور ديال الأطفال فكيشعروا بواحد القلق يعني واحد الحزن اللي كيكون تلقائي وطبيعي عند أي سيدة متزوجة وكتبغي الدرية هذه السيدة كذلك التجهات هي والزوج ديالها للأطفال لمعرفة سبب التأخر في الحمل ولكن كان الجميع يقول لها لا يوجد أي مشكلة عندك أو عند الزوج ولكن آخر طبيب كتب لها بعض الأدوية المنشطة في فترات محددة وبالصدفة عرضت عليها إحدى صديقتها عمل تحليل قبل تناول العلاج وبالفعل عملت هذا التحليل وكانت النتيجة أنها حامل بالصدفة يعني لم تستطع أن تتمالك الأعصاب ديالها نهرت بالبكاء والصراخ بطبيعة الحال يعني هاد السيدة هادي تفجأت بالخبر ديال الحمل ديالها من بعد ما استمعتي والقصة ديالها أكيد غادي تقولوا شنو هي الوصفة اللي درت هاد السيدة باش حملات بهاد السرعة هادي بطبيعة الحال أن الوصفة هي التقرب إلى الله والإيمان وكذلك قراءة القرآن هي أول وصفات سحرية اللي ممكن أنك تجربها ويعطيك ربيء الدرية ومن بعد يعني جربت الوصفات واللي غادي نذكرها في هذا الفيديو إن شاء الله الوصفة اللي جربتها من بعد أنها تقربت لله وكثرت من الدعاء وكذلك الصدقة أهم حاجة الصدقة بنية الحمل حاولوا أنكم تصدقوا على الفقراء لأنهم محتاجين وبطبيعة الحال ربي غادي يشوف من حالكم وغادي يرزقكم في أقرب وقت ممكن إن شاء الله بطبيعة الحال دي ما كتروا من هاد الأمور هادي هي أهم حاجة وهي من الأولويات وعاد من بعد ديروا الوصفات الطبيعية هاد السيدة هادي كانت كتقوم بوصفة اللي جربتها في ذاك الشهر اللي حملت به وكتقولوا ربما تكون سبب في الحمل ديالها وحاولت أنها تقسمها معكم تنتمى لأن بزافت سيدات عندي في القناة محرومات من الدرية وكينتظروا أي وصفة كان حطها لهم كيحاولوا أنهم يجربوها ويا ربي ترزق كل محرومة درية صالحة في القريب إن شاء الله آخر وصفة قمت بها هاد الوصفة هادي تتكون من أعشاب الرشاد الينسون الحبة السوداء فلفل أسود يمكن حصول على كل هذا من عند العطار وكذلك يمكن تجهيز الوصفة بأخذ ملعقة من كل عنصر بطبع الحال هاد الوصفة هادي سهلة غتي تخلطي جميع العناصر حتى يصبح الخليط شبه ناعم يتم تناول الخلطة في آخر ثلاثة أيام من الدورة الشهرية حتى تنتهي الكمية في الشهر الواحد يفضل أن يؤخذ مع الوصفة عسل طبيعي على الرق بمقدار ملعقتين كبيرتين على ثلاث مرات في اليوم هاد الوصفة هادي ممتازة إن شاء الله غادي نعود لكم المقادر ديالها الرشاد الينسون الحبة السوداء فلفل أسود هادو هم المكونات طحنهم مع بعديتهم وغادي تخذهم يعني في ثلاثة أيام الأخيرة من الدورة الشهرية حتى تنتهي الكمية في الشهر الواحد يفضل أن يؤخذ مع الوصفة عسل طبيعي على الرق بمقدار ملعقتين كبيرتين على ثلاث مرات في اليوم يعني غادي تخدم ملعقة صغيرة هي اللي غادي تناولها في اليوم ديالك وبطبيعة الحال غادي يكون يعني هاد العناصر مطحونين أو مسحوقين شبه ناعم بطبيعة الحال باش تنجح معك إن شاء الله الوصفة ديرها إما في التمر إما تناولها مباشرة مع كأس ماء وهذه هي الوصفة إن شاء الله ونتمنت أنتم تنجح معكم وتحقق لكم الحلم ديالكم ويارب ترزق كل محرومة نعمة الأممة إن شاء الله كان هذا هو الفيديو دياليوم نتمنى لإعجاب ديالكم إلا أعجبكم الفيديو متشاهد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر